دايماً قصص الرعب أو القصص اللي بتتكلم عن الأحداث الغريبة والزواهر الغمضة اللي ملهاش تفسير بتجذب طبعاً اهتمام الناس ولكن المشكلة في النوع ده من القصص والموضوعات إنها بتحتاج مجهود كبير جداً من اللي بيقدمها سواء كان المجهود ده في البحث عنها أو في إنه يجمع المعلومات اللي بتأكد على صح الكلام ضفنا النهاردة هو تقريباً واحد من أهم صناع المحتوى اللي بيتكلم عن القصص والحكايات الغريبة والغمضة ولأن اسلوبه في سرد الحكايات مشوق جداً بقى بيتابعوا ملايين المتابعين على مناصة التواصل الاجتماعي المختلفة منوارنا النهاردة في الستوديو المخرق وصانع المحتوى سامح سند بلاغ يوصل لرجال الأمن في أسيط زوجين مسنين مقتلين هو الشيطان لما يحب يتجسد في شكل إنسان ممكن يعمل إيه؟ عشر أفراد يموتوا بنفس الشكل وبنفس الطريق مغار الدنيان أخطر مدرسة للسحل برد مراحل ورجعت ملاقيتش ابنها وملاقيتش عزيزه زيك يا وسامح؟ أهلاً صاحب عامل إيه؟ أهلاً كويس كويس جداً أنا النهاردة مبسوطة وخايفة الاتنين ليه بس طبعاً المحتوى أنت بتقدمه مرهب جداً بس لذيذ فالواحد ما بيعرفش يوقف جداً جداً هو أصلاً الحب جاي أصلاً من فكرة الوثائقية أنت بتحب الأفلام الوثائقية أو توثيق الجريمة ونقلها للناس بشكل قصة ما تبقاش بشكل خبري دي كانت الفكرة أن أنا مش جاي نقل الموضوع خبري وأن أنا أصلاً من خلال يعني العمر اللي في جوه الشجلانة أنه أنجح الأعمال دايماً اللي بتتبني على أحداث حقيقية سواء دراما أو سينما أو غيره أي عمل بيعتمد على قصة حقيقية جالباً بيبقى أنجح يعني فإزاي تنقل الأضايا الكبيرة دي لشكل قصة طيب سامح أنت طبعاً يعني مخرج وتشتغل في الميديا فإيه اللي خليك أصلاً من الأول خالص تتجه للسوشيال ميديا ونوع المحتوى ده بصي أنا 2017 خدت القرار أنا كنت أنا في الميديا أكتر من 23 سنة وبعدين 2017 خدت قرار أن أنا حسيب التلفزيون خالص وهركز في السوشيال ميديا لأنه كنت مقتنع أن ده التطور الطبيعي لوسائل الأعلام وكنت بزعى القوي من جملة أنه السوشيال ميديا ده وقع افتراضي أو أنه هو مش موجود لأنه الحقيقة هو بيغير رأي العام وبيأسرع رأي العام وبيحرك الرأي العام فما ينفعش تتعامل معا أنه هو شيء مش موجود فبس الفكرة أنك إزاي تصنع محتوى للسوشيال ميديا مش للتلفزيون دي مدرسة ودي مدرسة ومدرسة مختلفة تماما في طريقة الكتابة في طريقة المونتاج والتصوير مختلفة وأنجح حاجة فيها فكرة الوان مان كرو يعني كل ما أنت تقدر تنفذ الحاجة بإيدك وبنفسك كل ما كان أفضل تحديدا في السوشيال ميديا بمعنى أن أنت بتنقل موضوع وبتكتبه وبتمنتجه أنا تقريبا وان مان كرو يعني أنا بصور نفسي بمنتج شغلي كنت لحد سنتين أنا اللي بكتب بس كل الحلقات بقالي داخل في سنة تقريبا يعني بقالي ثلاث سنين شغال أو داخل في الرابعة معايا تيم بقى خلاص بيكتب بيساعدني لأن الموضوع بدأ يعني ياخد زوايا مختلفة شوية ويكبر طبعا طبعا وياخد زوايا مختلفة والناس بقيت مثلا كترة من الناس بتطلب تفصيلة معينة أو في تخصص معين فبقيت أحاول أركز فيه أكتر طب إيه اللي خلاك أصلا تختار النوع ده من المحتوى على السوشيال ميديا هل مثلا هو حاجة أنت أصلا بتحبها ولا حاسس أن ده اللي ممكن يكون بيشد الناس أكتر لا هو أنا حاجة أصلا بحبها وهو السوشيال ميديا عايز تنجح فيها لازم تقدم حاجة أنت بتحبها عشان تستمر لأنه رد الفعل في الأول بيكون ضعيف جدا فلو أنت مش بتحب اللي بتعمله ده هتكتائب هتكتائب وتسيبه على طول لكن أنت بتحبه فهتفضل مستمر فيه وإزاي تطوره زي ما كنت قلتلك قبل كده أنا بحب الأفلام الوثائقية جدا ومقتنع جدا بأنه ما فيش شخص في الدنيا ما عندهش استعداد يفهم الحاجة مش يعرف الحاجة وده كان التارجت عندي إنك إزاي الناس تفهم اللي حصل مش تعرف اللي حصل تعرف فيه مليون موقع إخباري يقدر يعرف منه اللي حصل عادي لكن يفهم دي كان المشكلة فعشان إحنا من ضمن الدراسة عندنا فكرة السيناريو فإزاي تقدر تخلق أو تتكلم عن زمان ومكان وشخصيات وتاريخ الشخصية لأنه كل ده بيغير فيه رد الفعل للجاني يعني رد فيه أو للحادث نفسه بيغير لأنه لو هو شخص متزن وطبيعي من التنشيئة مش هتصرف كده فلازم تبقى دارس التفاصيل بتاعت القصة عشان لما تنقلها للناس تبقى وقعية اللي في الصورة دي اسمها نجلاء نعمة الله سعيد قصتها أكبر مثال على الانتقام بسبب الغد والحكم والغيرة وللأسف عدم الثقة في كل الناس وقصتها بدأت برسالة على الفيسبوك 2017 نجلاء طالبة جامعية من كفر الدوار وحقيقي بتحب الخير وكانت بتساهم في كل أعمال الجامعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين وكل اللي كان محتاج مساعدة كان متأكد أن الحل هيكون عند نجلاء وده السبب اللي خلى كل اللي يعرفها يحبها لحد ما تجيلها رسالة على الفيسبوك ودي كانت البداية للدخول الشيطان لحياتها ياخدك وقت قد إيه علشان تطلع بالفكرة وتصورها وتكتب السكريب بتاعك وتطلعها في الآخر على السوشيال ميديا يعني لو موضوع واحد مثلا يعني مش أقل من من أسبوع بجانب أن يكون فيه خبرات سابقة عن الموضوع ده يعني مثلا قضية مثلا لازم تبقى قضية غريبة كمان ما ينفعش تبقى قضية عادية يعني لازم قضية غريبة وأن الجاني عمل فيها حاجة هنقولها بشكل مجازي كرياتيف حاجة مش نحن مش متعودين عليها مشتري عليها يعني هو عمل حاجة فعلا غريبة تمام وإنت عندك مثلا قريد كتير أو في النوعية دي من القضايا فإزاي متوقع هو هيعمل إيه بس في الآخر تكتشف أنه هيعمل حاجة تانية خالص خالص لا بتاخد أقل حاجة أسبوع أقل حاجة يعني أنا حاسة أنه ممكن ياخد أكتر بكتير حتى قلت يعني بني مظهار خدي أكتر لازم أكون مذاكر شوية قبلها كمان طبعا فهو ده أكتر من الزبور بني مظهار مثلا لأ أخدت أكتر بكتير بكتير لكن بتكلم عن القضايا اللي هي ممكن مصادرها متوفرة أوكي أو مش واخد وقت طويل في التحضير لكن لا هو بني مظهار دي خدت وقت طويل جدا أخدت منك قد إيه تاريما؟ بني مظهار مينموم شهر لأنك بتجمع مصادر من أماكن كتيرة وبتبدأ تكتشف أنه فيه تضارب في المعلومات وأنه مش كل المعلومات زي بعض ده صحافة استقصائية بحث عن حقيقة طبعا عشان ودي فعلا حقيقة يعني أنه اللي دارس إعلام أصلا لو بيجي يشتغل كصانع محتوى مش بياخد المعلومة وبيقولها يعني أنت تعودت من وإنت صغير أنك تفهم أنت بتقول إيه طبعا علشان أن تقوله للناس صح مش مسألة أن أنا طارع أقول حكاية وخلاص اليوم ده طاها ما ظهرش واستغرب أبو بكر جدا أنه ما شافش أخو طاها لأنه متعود يشوفه كل يوم خل الصلاة وطلع على بيت والدته وبيت أخوه علشان يتصدم يلاقي البيت مقفول والنور مضل وده معناه أنه ما فيش حد صاحب أم فتح أبو بكر الباب المفتاح اللي معاه علشان يكتشف أن والدته ميتة وغرقانة في الدم وأحشاءها خرج البرة ينهار أبو بكر ويفضل يصوت جامد جدا وينده على الناس والجيران ويدخل علشان يشوف أخو طاها علشان برضو يلاقيه ميت بنفس الشكل طيب أول فيديو عملته تكره؟ طبعا كان عن إيه؟ أول فيديو عملته كان عن شخص أسباني كان بيصور نفسه لوحده كان طلع على تيك توك يعني وكان في ظرف أسبوعين كان بقى عنده ملايين وكان لفت انتباهي أن أنا متأكد وعارف أن دي تكنولوجي جديدة تقدر أنك تشيل كل الناس من الشط يبقى هو لوحده كان بيصور نفسه في شوارع أسبانيا كتير أي يعني هي كانت مش حقيقية؟ أنا متأكد نعمش حقيقية بس اللي كان لفت انتباهي تفاعل الناس شخص طلع في أقل من أسبوعين بقى عنده أكتر من عشرة مليون متابع كله مش مصدق وبدأ أعمل تحديات مع الناس فبدأت أتكلم عنه هو لفت انتباهي كان موضوع فجأة لقيت الحلقة الناس عجبها جدا الطريقة فبدأت أركز في أن أنا أصلا بحب ده فطب ما اديه لوقت أكتر يعني اديه مساحة أكتر منك لقيته أفضل بكتير يعني لقيت الكونتينت ده أحلى بكتير من أنا في الأول كنت بتكلم عن بس كانتش بتشاف قوي كان قليل جدا عن الميديا بشكل عام أتكلم في الإخراج في التصوير في المونتاج طبعا اتشافت لكن مش باهتمام قوي طيب تفتكر الناس على السوشيال ميديا وانت بتعمل المحتوى بتاعك قصص غريبة وحاجات سعاف بتخوف بالنسبة لناس كتير يعني بتحس انهم عايزين يصدقوا ولا العكس انه لاي عام ده كلام فاضي ده ما بيحصلش ده مش عارق يعني بتحس النوعية الناس إيه الأكتر هو ما فيش حد بيتفق عليك خلص طبعا في أي حاجة بس الأغلبية الأغلبية بيصدقوا أوكي لأنك بتقول حاجة تقدر تدخل يعني نتعمل سيرش عليها بنفسك فهو الموضوع برضو أنا مش بقول حاجة مش موجودة في التاريخ أو مش موجودة في المواقع موجودة بس الفكرة قالت إزاي بس إحنا قبل التصوير كلنا نتكلم إن إحنا فيه حاجات بنخاف منها عشان قناعتنا كده وتربينا على كده من واحنا صغيرين طبعا فلما أنت مثلا تيجي تقول عكس ده ممكن حد ما يصدقش طبيعي طبعا لأنهم تربي على إن ده مرعب أو إن بلاش رسكة دي أو بلاش نتكلم في الموضوع ده حتى لو هي ما فيهش حاجة فعش كده سألتك هو الناس بتصدق بسرعة ولا بيخدهم وقت شوية عبالما يحسوا إنه هو لا الكلام ده فعلا ممكن يعقل أكتر طيب أنا هقول حاجة لما استعب كذا حاجة كذا حلقية يعني أنا اكتشفت الناس بشكل عام للأسف مش الكل طبعا النسبة برضو مش صغيرة بيحبوا اللي يضحك عليهم بيحبوا اللي يعني يلعب بمشاعرهم ويلعب بأحلامهم عملت حلقة مع حد معالج روحاني مثلا أنا واثق وانا بسلم عليه إنه دجال طبعا مليون في المي هو قاعد يقول كلام لو أنا ما عنديش استيعاب إن أنا قاعد قدام واحد دجال فعلا ممكن تصدق أصدق لأنه هو بيلعب على احتياجات الناس طبعا هو مفيش حد بيروح المشوار ده إلا زكا مرهوه في حجم دايقه عنده مشكلة طبعا ودي مصيبة كتير نفس الفكرة كانت حلقة عن التاروت أنا كنت شاجل دماغي يعني إيه أنا بفتح تاروته بقى في التاروته مش مقتنع بس لقيت في الآخر إيه الآخر الحلقة عبارة عن إيه إنه الناس اللي عايزة كده إنه هو هو الشخص نازل من بيته رايح لحد بيقراره تاروت هو عايز كده هو اللي عايز كده بس في آخر بقى الفيديو مثلا بتاع الدجال ده هل فعلا وضحت وأثبت إن يا جماعة ده كلام فاضي وانتو بتضيع فلوسكو طبعا وده حرام وأحيات كتيرة جدا طبعا وجبت بعدها أكتر من ضحية كانوا ضحية الدجالين طبعا كتير وفي الآخر ألاقي إيه يعني بعد ما أقول ده كله ألاقي الناس تبعات لي إيه في الرسائل عايزين رقم الرجل ده عشان أنا عندي مش والله بجد يعني أنا عمال أقول لك ده دجال ده نصاب ده كذا عايز رقمه أصل ابني معمول لعمل أصل ابنتي معمول لعمل يعني مش كده يعني بس طبعا ما طلعتش الرقم أجيد لا لا طبعا طبعا وبأكد دايما في كل ردودي إن ده ده مش صح أوكي ما نفيهش كده داود محمد فرحان أشهر ساحر أو معالج روحاني تائب ولما تاب قرر يفضح كل السحراء والمعالجين الروحانيين ويعرفنا هو أنت علشان تبقى ساحر أو معالج روحاني مطلوب منك تعمل إيه داود محمد فرحان من اليمن وهو بينتمي لعيلة بتطوارس السحر قبا عن جد وكل جيل بيسلم جيل في أعمال السحر والمنطقة السكنية اللي داود اتربى فيها كلها مشهورة بالسحر وبأعمال السحر وطبعا الناس العادية ما بتقولش عليه سحر بتقول عليه معالج روحاني طيب هل عملت قصة قبل كده وما اتلهاش تفسير ما عرفتش توصل لها الحال يعني يعني قصة مثلا إنت روحت عملت عليها استقصاء أو بحثت في حاجة معينة في موضوع معين وما لقيتش لي تفسير للسؤال اللي انت كنت تحطه في دماغك من الأول أغرب قضية بالنسبالي كباني مظهر باني مظهر دي قضية إلى الآن مش مفهومة يعني هي بتتكلم في سنين من سنين كتير أكتر من 25 سنة مثلا عبارة عن عشر أشخاص ماتوا في بيتهم بطريقة غريبة كلهم بنفس الشكل كلهم ميتين في نفس الوقت كلهم في أطعف حتة معينة في الجسد مع بتر جزء معين في الجسم ووجود حمامة رأسها مش موجودة جنب كل يعني الجاجل جنبه ذكر حمامة والأنثة جنبها حمامة فالموضوع مش طبيعي والحد النهاردة هي ضد مجهول وما لقوش غير فاردة حزاء واحدة على أسطح واحدة من العماير يعني وأبضوا على واحد كان مشتبه فيه وبعد كل يعني التحريات والتحقيقات ما طلعش هو ما طلعش هو وده كان بفضل يعني أنه الرأي العام نفسه ما كانش مصدق أنه شخص واحد اللي عمل كده طب القضايا دي ضد مجهول لحد النهاردة مش مفهومة فملقيتش تفسير ملاش تفسير طب في قصة عملتها قبل كده وانت بتعاملها كنت خايف معظم القصص عملتها أكتر حاجة كتب مخوفك محمد آدم اللي هو أنا كنت بسميه شيطان المشرح ده شخص مش طبيعي خالص يعني أنا أنا قريت قصته جبت مصادر كتير ليه هو مش طبيعي خاص هو كان شغال عامل في مشرح سوداني الجنسي وهو صغير والد عشان كاب بقول دايما انك لما بتعرف تاريخ الشخصية بتقدر تفهم هو ليه تصرف كده وهو صغير حد دايق والدته فوالده راح جاب الشخص ده وقتله قدامه قدامه ودفنوا في أرض زراعية جنبهم والقضاء ضد مجهول ومحدش عرفه فلما كبر اشتغل هو في مشرح فاكتشف انه الجسس بيتم الاحتفاظ بها جوه قواني مع مواد كيميائية بتحافظ على الجسم الأطول فترة ممكن مزبوط فبدأ يرتكب الجرام بتاعته كده ان يجيب الضحية على المشرحة يقتلها ويقطعها ويحطها جوه القواني دي والناس تدخل مشرحة مشرحة انت شايف جسس فده عادي جدا وبدأ ينتقم بقى من الناس سفر اليمن ويشتغل هناك وبدأ ينتقم انه كل ما يعرف تحديدنا البنات يعني كل ما يعرف واحدة يتعرف بيها شوية ياخدها على المشرحة يقتلها يقطعها بالشكل ده وبعدين ضد مجهول مش عارفين فين لحد ما بنت في الآخر خالص بعد سنين طويلة بنت عراقية اختفت ولقوا شنطتها جوه المشرحة فعملوا بحث اكتشفوا ان اغلب الجسس اللي محطوطة مش متأيدين اصلا في حد مش متأيدين وده ضحايا كلها مش طبيعي ده رعب مش هو مش طبيعي يعني هو مفيش انسان طبيعي يتصرف كده طبعا يعني حتى لو عايز انت لو وك الجريمة مش للدرجة دي وبعد كده عمل ايه عملوا فيه ايه اقدم اه ده لازم طبعا ما قالوش بقى مريض نفسي ومش مريض نفسي ما لها يعني حتى لو يعني يعني ده راجل شغال في كل الطب في اليمن وفي مشرحة كل الطب وانه وكان بيتاجر مع الطلبة كان بيسجل المحاضرات لما الطلبة ما بقاش حضرت يعني فبيسجل المحاضرات فيديو وبيبعا لهم فهو مش حد لا هو حد متزن جدا هو بيحب ده زي فكرة القاتل المتسلسل السريل كله هو غالبا ايه يعني تلاقي انا ما فيش قصة قاتل متسلسل قريطها الا ما لقيته دكتور زكي جدا مهندس محامي بس ده ما يمنعش انه هما بيكونوا مرضى نفسيين هو مش طبيعي طبعا هو مش طبيعي بس هو تصرفه ده مش طبيعي يعني هو مثقف جدا يعني هو ما ينفعش تقول لي انه هو ايه تعاليمه مش قد كده فارتكب لا خالص لانا اكتشفت انه اغلب القطر متسلسلين كده اللي في الصورة ده اسمه محمد ادم سوداني جنسي احسن لقب ليه شيطان المشرحة وده لانه فعلا كده واحدة من اكتر قصص الرعب اللي ممكن تسمع عنها في حياتك وحصلت في اليمن محمد ادم وهو عنده سبع سنين والدته اتعرضت لجريمة اغتصاب وهم في السودان والده لما عرف قرر انه ينتقم ويجيب حق والدته فقدر يوصل اللي عمل كده وجابه لحد البيت قدام محمد وقتلوا وقطعوا ودفن جثته في ارض جنب البيت كانت مخصصة للمواشي وكل ده حصل بالتفصيل قدام محمد ادم طيب احنا سألناك على اكتر حاجة خوفتك اه واول قصة عملتها عايز اعرف اغرب قصة سمعتها اغرب قصة سمعتها او عملتها اكتش اه طيب انا فيه مثلا بالنسبالي هو انا بحضرها يعني لسه هتنزل بقالها يعني يومين تلاتة بكتير اللي هي اسمها التوربيني ما عرفش تعالى تسمع عنها لا اقول لي التوربيني ده شخص في 2006 أو 2007 في مصر متخصص في قتل الاطفال اللي عندهم 12 سنة فقط وكان بيعتدي عليهم فوق القطر والقطر ماشي ومعاها عصابة بتمسك الضحية او بتسيطر عليه وبعد ما بيعتدي جنسيا يرموه من فوق القطر قسنا هو يعني يموت بقى باي شكل القطر يشيله واي حاجة تحصل مش قصته تم اكتشافها بطريقة غريبة جدا انه عامل من السكة الحديد بينظف بيعمل صيانة فلاقى جس فبلغ جس الطفلي يعني فبلغ فالشرطة بدأت تيجي تفهم في ايه لقوا تلاتة تلات جسس تلات جسس بقى بيدوروا تاني على مدار اسبوع وصل انهم لقوا 12 جسس موجودة وكلهم في السكة في السكة الحديد اوكي وفي محافظات مختلفة ايه طريق وعلى طريق يعني قضيب القطر بطريقة مختلفة يعني في مكان اماكن مختلفة الشرطة عرفت انه او واضح انه الطريقة واحدة السلوك واحد السن تقريبا واحد 12 سنة ما بيزودش عن كده فا لا لا قلبي واجعني وخفت وكل حاجة مضوع صعب جدا فالولا ان في حس امني وزكاء امني فهم مفيش تفسير اللي بيحصل هم قالوا انه الاشخاص او الاطفال اللي متعوفين دول مفيش اي بلاغات باختفاقهم فهم اغلب الواقع فين اهالي الناس دي يعني زي ما فيش بلاغات وهو هنا بقى ميزة انه بقى فيه شخص امني مستوعب معظم الاطفال دي طلوا اطفال شوارع فما لهمش اوراق ما لهمش حاجة فعملوا ايه راحوا على اماكن تجمع الاطفال دي وبدأوا يحققوا معاهم لحد ما بالصدفة وقعوا في شخص من المساعدين لرمضان ده اللي هو التوربين طب التوربين ده بعد ما اتقبى ده تعرف بقى انهو اصلا قتل اكتر من 34 طفل يعني مش 12 ودأ يشرح وحطهم فين وقصة كبيرة جدا طب تعالي بقى نرجع لتاريخ التوربين هو ليه سمى نفس التوربين عشان اللي اعتد عليه هو صغير اسم التوربين واعتد عليه هو عند 12 سنة واعتد عليه فوق القطر ورمى من القطر بس ما ماتش ما ماتش وبلغ عن الشخص ده واتقبض عليه وخرج من السجن معا كده مات فقرر ان هو هيسمى نفسه التوربيني وقرر ان هو بيتقنى شخصيته حينتقن نفسيا طب ايه اللي انت بتعمله عشان ايه ما فيش خد حكم اعدام برضو لكن القصة غريبة ومرعبة جدا جدا 34 طفل كارسة وتوجع القلب وكل حاجة جدا طيب احكيلي عن سلسلة ملفات الطب الشرعي الطب الشرعي الطب الشرعي انا البداية بتاعته كنت من كتر مقاريت فيه عارف ان كل تفصيلة في اي قضية طب الشرعي يقدر يحلها بمنتهى البساطة اللي في الدني وعلم كبير جدا واقسامه كتيرة جدا فاول مرة عملت القاء مع دكتور اسمها سمر في الطب الشرعي في جامعة هنشمس كنت رايح بشوية معلومات صغيرة لما عات معاها بقت المعلومات اكتر بكتير طبعا فاكتشفت انه فيه اواضي كتير جدا جدا او اضايا كتير قوي قوي كلها تم حلها بالطب الشرعي فقط لغير حجم الجرح مكان الجرح شكل الجرح جسم نفسه التقرير ده هو السبب الرئيسي في حل اغلب القضايا فعشان كده عملت حاجة اسمها ملفات الطب الشرعي لانها فعلا ما تخلص طبعا كتير وكل حالة غير التانية جدا جدا وكل مكان غير التاني وكل تماما حيبق فيها ماتيري الرهيب تماما واللي انا حاليا انشغال عليه جنب ملفات الطب الشرعي حاجة اسمها علم الحشرات الجنائي ده انا كنت في الاول لما جيت قريت عنه متخيل انه بسيط اكشفت لأ ان علم الحشرات الجنائي ده عملت عنه حلقة واحدة بس مكمل عنه مجموعة حلقات اغضايا كتير قوي تم اكتشفها من خلال علم الحشرات الجنائي طب ودي اغضايا ايه حشرات؟ الحشرات لها طباعة معينة وحياة معينة ولما بكتشف حشرة في جسد انسان او في مكان معين بعرف من خلال الحشرات دي ايه اللي حصل بالضبط في المكان ده ايه؟ انا اكتشفت حاجات كتيرة او اكتشفت انه فيه اواضي اوضايا كبيرة اه كانت مثلا تهريب مخدرات فيلاقوا حشرة ميتة في الشحنة دي اه بس الحشرة دي مش من البلد بتاعتنا فنعرف الحشرة دي مش موجودة عندنا ايه رأيك فيه؟ شفتي؟ ايه رأيك؟ اه 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 مفتش كرومبو يالا الفكرة انه انه فيه حشرات بتعيش في اماكن يابسة وحشرات بتعيش في اماكن يعني فيها تربة مية فممكن شخص يموت في مكان وكي يتنقل في مكان تاني بتتعرف من الحاجات اللي شابه دي لا طبعا ده علم كبير جدا 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 وما ينتهيش خالص خالص يعني انا مكنش بتخيله كده يعني انا مكنت تخيله ان الموضوع بسيط لا لقيت حاجات ضخمة كتيرة جدا اتحلت عن طريق حشرات الجناية بالسبب الرئيسي في حلها طبعا اه انا عايز اقولك انا استمتعت جدا 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 بالفاقرة دي ويعني على قد ما انت رعبتيني شوية من الحق السلام اتحكيت هالي لا خالص ايه انا مش حلم بالليل اصلا بس على قد ما فعلا الواحد بيبقى عايز يسمع القصص دي لانها حاجات غريبة عمره في حياته ما تكون بيشوفها او بيمر بيها في يوم وطبعا فبتبقى عايز مستمتع جدا وحاصة كده اللي هو انا وبعدين ايه اللي حاصل عارف يعني كده وانت بتحكيها لي وانت عاد قدامي فلما اشوفها اكيد بستمتع بيها اكتر واكتر واكتر عشان فيه بقى طبعا مزيكة وفيه صح طبعا طبعا بتبقى الحلقة اقرب يعني كأنك بتعمل فيلم وصائق اه طبعا مرسي جدا يا سامح وانبسط جدا جدا ان انت بيت معي النهار انا المبسوط جدا ولقاء حلو مرسي ربنا يخالك شكرا